بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة النهاردة أنا عاوز أوجه كلمة الجمهور الأهلي العظيم لكن خلوني في الأول أطمنكم على النادي الأهلي لأن أنا طبعا عارف أن في حاجات كتير قلقتكم أزعجتكم في الفترة اللي فاتت بعد الكلام الكتير اللي بتقال فيه وسائل الإعلام من أطراف مختلفة وناس كتير بتسأل ليه مجلس الإدارة مش بيرد يعني يمكن فيه شوية نقاط عايزة أتكلم مع حضراتكم فيها واحد النادي الأهلي بيدير أزماته بطريقته وإسلوبه اللي تربينا عليها في مدرسة الإدارة في النادي الأهلي النادي الأهلي بيحتفظ بحقه في الرد بالشكل اللي نسبه هو وفي التوقيت اللي نسبه هو مش بالشكل أو التوقيت اللي ممكن يضر لمصلحة الأهلي اتنين النادي الأهلي طوال عمره عليه مسئولية وطنية ومجتمعية لازم يرعيها ولازم يقوم بيها كمؤسسة وطنية بتراعي أولاً وقبل أي شيء مصلحة بلدنا مصر ومن هنا إدارة النادي الأهلي الحقيقة يمكن أن مارست أعلى درجات ضبط النفس احتراماً للعلاقات المتميزة بين الجماهير العربية وبكل وضوح النادي الأهلي حريص جداً جداً من موقع المسئولية أنه ما يكونش أبداً سبب لفتنة بين الجماهير العربية اللي بحقيقة بنكني لها كل تقدير واحترام واعتزاز كلنا ماشيين وتبقى أو حتبقى العلاقات الطيبة بين الجماهير العربية ثلاثة وحدة عائلة الأهلي جو عائلة الأهلي إحنا ممكن نتناقش ويكون عندنا أراء مختلفة وده شيء جيد والتنوع ده مطلوب ومفيد وأحياناً ممكن نختلف زي أي عيلة لكن ساعة الأزمات كلنا بنقف جنب بعض وبنحوط على بعض بنعيش شعار الأهلي فوق الجميع أو الأهلي فوق الجميع يعني بنبدي مصلحة النادي الأهلي على مصلحتنا احنا الشخصية أو رغباتنا الشخصية ومن هنا أنا مدرك أن في محاولات دلوقتي لإحداث اختلاف داخل النادي الأهلي عشان يحصل انقسام أنا مش هسمح بده وإذا ثبت أن شخص أخطأ وأنا مش بقول إن ده حصل ولكن بقول إذا ثبت إن شخص أخطأ مفيش شخص فوق المحاسبة أربعة مبادئ النادي الأهلي وكبريائه مفيش تنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف أنا سبق وقلت قبل كده وبكرر تاني النهاردة النادي الأهلي بيرحب بكل محب النادي الأهلي بيرحب بكل محب وكل مستثمر طالما حيحافظ على تقاليدنا في النادي الأهلي لكن في ناس لسه مش قادرة تفهم الكلام ده في النادي الأهلي المبادئ ده اللي احنا تعلمنا بقى في النادي الأهلي المبادئ قبل البطولات وكمان قبل الصفقات وقبل الإنشاءات وقبل الدعم المادي النادي الأهلي وجمهوره مستعد يخسر كل ده مقابل أنه يحتفظ بقيمة وكبرياء النادي الأهلي ولكن تاريخ النادي الأهلي من 1907 لغاية النهاردة بيقول إن ده مش بيحصل ومش حيحصل في النادي الأهلي بنقدر دايما بنقدر دايما نضيف بطولات على بطولاتنا ومنكمل في التطوير سنة بعد سنة والأجيال بتسلم بعض من غير ما نتنازل أبدا عن تقاليدنا وهي دي روح الفنلة الحمرة الآن